حضرت اليوم ان شاء الله رح تحكي على الأوبيويد أنالجيسيكس هي اللي خلينا نقول الناركوتك أنالجيسيكس أو اللي هي المسكينات الألام القوية من نوعها ونحن نحكي لها الأدوية المخدرة سبق مرق علينا قبل كنا نستعمل زي أدوية أنالجيسيكس اللي هم الأنسيت وكما نشوفنا البراسيتامول هدوك إذا بتتذكروا كنا نستعملهم يعني إذا كان عندي وجع بسيط زي وجع راس زي وجع أسنان وجع مفاصل واحد عنده روماتويد فمش بحاجة أني ألجأ لمجموعة أدوية تعمل تسكين للوجع تكون مفعولها شوي قوي تمام؟ فكنا نستعملها اللي هي المجموعات الأنسيت وكمان البراسيتامول هلأ بينما في عنا مجموعة أخرى من الأنالجيزية اللي هم مسكينات الآلام القوية أو اللي احنا بنحكي لهم أوبيويد هلأ هاي المجموعة طلاب تعتبر من الأدوية الناركوتكس اللي المخدرة واللي إلها قدرة على تسكين الآلام هائلة بس بنفس الوقت هاي الأدوية ممكن إنها تعمل إدمان تمام؟ عشان هيك هاي المجموعة ما بخليها إلا للـ very severe pain لاحظوا إني ما حكيت هون على mild to moderate pain هاي بخليها لـ very severe pain طبعا إذن نعيد تعريف المجموعة هاي هي عبارة عن مجموعة من الأدوية تستخدم لعلاج الألم شو اللي بميزها عن الأدوية الأخرى إنه إلها إيفيكاسي عالية إفكتفنس إلها ممتازة كبين كيلر يعني بالإضافة إلى إنها strong analgesic activity يعني ما بقدر أقارنها في مسكينات الآلام الأخرى من حيث الإيفيكاسي ومن حيث قدرتها على السيطرة على الآلام المستعصية طيب بتعرفوا كتير بتسمعوا بكلمة مورفين وبتعرفوا إنه هذا من الأدوية اللي بتخدر كمعا مش بس بتسكن نفس الوقت ممكن إنها تودي المريض للإدمان عشان هيك مش أي ناس ممكن إني أنا ألجأ أو خلينا نقول أتجرأ إني أعطيهم هذا النوع من المسكينات هلأ من وين إجت هاي المجموعة؟ من وين أصلها؟ أصلها عبارة عن plant source هي مأخودة من نبتة زي ما إنتوا شايفين شوفوا مأحلى لونها اسمها papaver somnifiram تمام؟ هاي نبتة زي ما نتطلع هون على هاي شوي أوضح لاحظوا إنها إلها كابسولة هاي يابسة كتير بتكون بس تنضج هاي الكابسولة شو بيعملوا؟ بيقوموا بيفتحوها بسكينة بصيروا يعصروا فيها بيطلع منها سائل أبيض زي ما إنتوا شايفين هذا السائل الأبيض بيحتوي على كميات كبيرة من الأوبيوم أو اللي هي الأوبيويت يعني مش بس تركيبة واحدة في different type of medication موجودة في العصارة اللي إنتوا شايفينها قدامكم طبعاً بيأخدوها بيفصلوهم وبيصفوهم وبنقوهم وبعملو لنا إياهم على شكل على شكل مرات ممكن تكون في بعض المناطق يعني بهذا المنظر أو لونها هيك يعني حسب النضوج وحسب الظروف اللي تم زراعتها فيها الآن بتعرفوا كتير إنه إحنا فينا كتير نبتات بنزراعها في البيت هذا النوع من النبات طبعاً أكيد ممنوع زراعته إلا تحت إشراف شركات الأدوية طبعاً في مزارع بتكون مراقبة من الحكومة أو من الدولة تمام؟ مش سهل إنه واحد يزرع هاي النبتة في بيته يعني أكيد هذا الحكي impossible يعني فبالتالي يعني دائماً زراعتها بتكون تحت رقابة وإشراف إيش شركات الأدوية هلأ كتير ناس تسمعوا كتير في مصطلح تجار المخدرات هلأ في بلاد بره أكيد إحنا ما عنا هذا الحكي لكن في بلاد بره ممكن هدولة تجار المخدرات يزرعوها بالسر تمام؟ أو في عندنا بعض الدول اللي ما فيها خلينا نقول رقابة أو ضبط زي مثلاً بلادنا إحنا فممكن هناك يزرعوها بسرية أو يزرعوها بدون ما يكون عليهم أي رقابة ويطولوا هاي المواد منها ويعملوا منها المخدرات بس إحنا خلينا نقول في الدول المحافظة أو الدول اللي بتعمل restriction على هذا الحكي هاي النبتة لا تزرع إلا تحت رقابة الحكومة والدولة وبنفس الوقت تحت إشراف من شركات الأدوية طيب هاي المجموعة من الدراجز تمام؟ هي أوبيويد هي تتضمن عدة أدوية هلأ رح نشوفهم إلها ريسبتر خصوصي تشتغل عليها تمام؟ هلأ إذا إحنا مش مطلوب منكم تحفظوا إيش هي الريسبتر ولا حتى الميكانزم أوف أكشن لهاي المجموعة بس أنا حابة أحكيها عشان نقدر نستوعب الموضوع لكن هي مش مطلوبة منكم هلأ المجموعة الأبيويد بتشتغل على ثري تايبز أوف ريسبتر فيه ريسبتر منسميها ميو فيه ريسبتر اسمها دلتا دلتا وفيه ريسبتر اسمها كابا هلأ الميو والدلتا إلهم علاقة بالانالجيسك اكتيفتي بينما الكابا ريسبتر إلها علاقة بإنها تعمل سيديشن وتبتعرفوا إن هاي المجموعة ليش بتخلي الواحد يضمن أصلا؟ لأنها بتعمل سيديشن بتهدي الواحد بتعمله شعور باليوفوريا الواحد بيضل مبسوط بيضل حاسس حاله بعالم تاني ما عنده هموم ما عنده مشاكل هذا الشعور اللي بيخلي الإنسان يدمن على هاي المجموعة إذن هي بتشتغل على ثلاث ريسبترات توي ريسبتر إلهم علاقة في إنهم يعملوا تمام؟ إنهم يمنعوا الشعور بالألم واللي هم اليميو والدلتا بينما الريسبتر الثالث بسميه الكابا والكابا إلو علاقة بإنه يعمل طيب بما إنه زورنا حاكين عن موضوع ريسبتر خليني بس أنتقل شوي الرسمي أنا حطيتها كمان هذا مش مطلوب منكم بس بدين تستوعبوا كيف هاي الأدوية بتسكن الوجع هلأ الفكرة طلاب إنه هاي المجموعة الأدوية في إلها ريسبتر على النيورونز طبعا أنتوا بتعرفوا إحساسنا بالألم أكيد ديكون النيورونز الأعصاب إلها علاقة فيه هلأ لما بترتبط الأبيويت على الأبيويت ريسبتر بتعمل different type of signaling pathway بحيث إني أنا بدي أوصل لمرحلة إنه البوست سينابتك ميمبرين اللي هي النيورونز الأخرى اللي أنا بشعر فيها بالألم ما يصير لها تحفيز يعني بمعنى آخر إنه أنا بدي أقلل شعور بالألم بحيث إني أعمل inhibitory action على النيورونز اللي بتحسسني بالألم وإذا صرناها inhibition معناته ما في شعور بالألم تمام؟ طيب كيف؟ أنا قلت إنه أدويتي عبارة عن opioid receptor agonist أو بنقدر نحكي لها mu receptor agonist أو delta receptor agonist هلأ لما بترتبط على الريسبتر هاي بتشغل different pathway بحيث إنه يعمل inhibitory action على النيورونز الأخرى زي مثلا أنتو بتعرفوا إنه خلايانا دايما من جوة لازم تكون في الحالة الطبيعية اللي at rest تكون من جوة إشارتها سالبة من بره موجبة هذا أنا بحكي كفيسيولوجيا لجميع خلايا جسمنا حلا لما بيصير stimulation للخلايا لما بيجي مثلا action potential بدي يحفز الخلية ويعملها excitation لازم الإشارة تنعكس تصير جوة موجب وبره سالب تمام؟ بثبت معلومة براسي إنه عملية excitation تحتاج إنه الإشارة جوة الخلية تكون موجبة بينما بره إيش تكون سالبة زي تذكروا موضوع الأريثمية وكيف السيال العصبي بنتقل عشان يعمل contraction في خلايا الهارت وإنه بيصير فيه عكس للشحنات المهم هلا أنا بالصورة الطبيعية neurones المفروض إنها تكون من جوة سالب من بره إيش من بره موجب هلا عود الأوبيويد على الريسبتر تبعتها رح يعمل خلينا نقول opening للcalcium channel اللي موجودة هون اللي بدورها أو صحي closure للcalcium channel اللي موجودة على آخر neurones بالتالي إنتوا بتعرفوا إنه الكالسيوم هو اللي رح يجرر النيورو ترانسمتر إنها تطلع للسينابس زي النور ابنفرين السيريتونين الدوبامين وهي القصص هلا فيه عالم قالنا إنه هاي النيورو ترانسمتر إذا أنا مناعت خروجها رح يكون إلو علاقة كتير إني أقل للشعور بالقلم يعني صفة إني أنا مناعت خروج الكالسيوم إنتوا بتعرفوا إنه الكالسيوم مهم عشان يجر هاي النيورو ترانسمتر يطلعها من الحويصيلات ويخرجها لهون هلا إجوا حكولنا إنه هاي النيورو ترانسمتر ممكن يكون إلها علاقة في الشعور في القلم سو أنا لما بسكر الكالسيوم تشانيل هلأ مين اللي سكر الكالسيوم تشانيل الأبيويد أغونيست أكشن ما في خروج للنيورو ترانسمتر بالتالي ما في شعور بالقلم مش بس هيك كمان ممكن يصير أبينينج للبوتاسيوم تشانيل لاحظوا إنه بوتاسيوم عم يطلع برة فالشحنة الموجبة شمالها عم تخرج من الخلية بالمقابل كلور عماله بدخل لجوه فلاحظوا إنه أنا حافظت على الشحنة جوه الخلية تكون مالها سالبة عشان هيك أنا ما بقدر أعملها تحفيز صح؟ ما بقدر أعملها تحفيز طول ما أنا محافظ على الممبرين ما رح أقدر أعمل تحفيز لهاي الخلية يعني بس بصفي بالمحصلة إنه صاري عندي على بالتالي الشعور بالقلم رح قل هذا لكم هذا مش مطلوب منكم بالفارما أو بالامتحان بس حلو إنه نكون عارفين هاي المجموعة كيف بتصير هلا إذا عملنا اكتيفاشن للأبيوت ريسبتر إيش اللي بده يصير طبعا أكيد رح يصير عندي ديكريز بالبرسبشن بالألم بالتالي بيصير عندي أنالجيسيك أكشن تمام مشكلة الأبيوت ريسبتر إنها بتعمل ريسبايراتوري ديبريشن كتير ناس بتستعمل هاي الأدوية بيصير عندها خلينا نقول ريسبايراتوري بيقل طلاب بيصير عندهم زي خنقة السبب إنه ممكن هاي المجموعة من الأدوية تروح وتعمل تثبيت للريسبايراتوري سنتر في البرين بالتالي بتعرفوا إنتوا لما يتصبط الريسبايراتوري سنتر في البرين عن إيه هو أصلا مسؤول الريسبايراتوري سنتر هذا عنده إحساس أو بيستحس في مستويات الـ CO2 عندنا في جسمنا عشان كل ما عليت كل ما خلى الريسبايراتوري تزيد عشان أنا أطلع ثاني أكسيد الكربون من جسمي هلا إذا أنا بأدوية عملت ريسبايراتوري سنتر ريسبايراتوري ديبرشن معناته ما فيه إحساس بقديش أنا موجود عندي سي أو 2 بالتالي هذا الحكي رح يأثر على الريسبايراتوري ريت فهاي المجموعة تعمل ريسبايراتوري ديبرشن كمان وهاي مهمة النقطة جدا إنه ممكن تعمل فيزيكل وكمان فيسيولوجيكل خينيقول فيزيكل وصايكولوجيكل ديبندنس هلأ بنحكي عنهم بعد شوي جهتين فيزيكل وكمان سايكولوجيكل ديبندنس كمان ممكن إنها تعمل سيديشن سيديشن إنها بتهدي المريض وأصلاً اللي بيستعملوا هاي الأدوية المسكنة مرات بين عصو وبنامو تمام لأنها لها strong acting action طيب هلأ من نسبة لمجموعة الأبيويد اللي إحنا شفنا من وين مصدرها تنقسم لعدة groups أول groups اللي هي strong opioid agonists تمام strong يعني هي أقوى مجموعة من مجموعة الأبيويد في عنا المورفين في عنا الفنتانيل في عنا البيثيدين أو إحنا بنحكي له اسم تاني علمي اللي هو الميبردين وفي عنا الهيروين تمام أكيد كلكم سامعين في المورفين وفي الهيروين هلأ هدول تابعين ل strong opioid agonists المهمة أقوى أنواع الأبيويد analgesics طيب هاته قبل ما نفصل الأدوية هاي نشوف شو بالزبط الـ action اللي بيعملها الأبيويد على المريض يعني بدأت خيل أنه مياكم هلأ أنه مريض أخذ جرعة أوبيويد شو اللي رح يصير معاه هلأ قبل ما أحكي طلاب مش أي ناس أنا بلجأ أني أعطيهم هاي المجموعة وسبقوا حكيت هاي المعلومة مش أي مريض أنا بتجرأ أني أعطي الأبيويد كأنالجيسك لكن في بعض الأحيان بضطر أني أستعمل هاي المجموعة لأنه رح أكون عارف أنه الأدمية المسكنات الثانية ما رح تصبط مع هدول الناس زي مين مثلا زي العمليات الجراحية يعني واحد فاية يعمل عملية أو خلال نقول ميجر سيرجري هذا صار عنده شأ بطن فتح بطن ألم رح يحس بألم شديد هذا لا براستامول بينفع معاه ولا أنزز عشان هيك دورينك سيرجري بضطر أني أستعمل سترونج أنالجيسك وأصلا بالمستشفيات لما بيعملوا عمليات بدهم يعطوا مسكنات للمريض ما بعطوا أكمول ولا تروفن ولا هاي القصص لا بيستعملوا هاي المجموعة بس أكيد يعني حبة واحدة ولا جرعة واحدة ما رح تعمل إدمان إحنا منحكي الإدمان بيجي على الملتبل دوز كمان مثلا واحد عنده كانسر مرضى الكانسر لما بتطور معاهم المرض بوصلوا لمرحلة إنه ولا أي مسكن بوضبط معاهم ليسكن الوجع اللي هم فيه عشان هيك هدول الناس كمان بتجرأ إني أعطيهم الأبيويد سأنا بصير تقول حرام المريض يظل يتحمل الوجع اللي هو فيه كمان مثلا أوجاع الحروق الشديدة لما بتكون حروق من درجة ثالثة هذا كيف بده يسكن الوجع إيش الدول الرائع اللي بده يسكن لو وجعه تمام فممكن إني كمان ألجأ أستعمل هاي الـ أثرويز إنه ممكن يكون في عندي مشاكل أخرى اللي بتخليني أضطر أستعمل هاي المجموعة إذن كأكشن أوف أوبيويد نتخيل إنه مثلا عندي مريض كانسر وبده يستعمل الحبة إيش اللي بده يصير معاه لما بياخد هذا الدواء أول شيء أكيد أنالجيسيك أكشن إنه بده يعمل أوبيويد ريسيبتر أغونيس بالتالي بده يعمل ديكريز البرسبشن للبين بالتالي رح يعمل أنالجيسيك أكشن لاحظوا شو كاتب لكم إنه يعني هو مسكن آلام لكنه ما بيخلني المريض يفقد الوعي تمام هاي بظل المريض صاحي عادي بتنهاي أول إفكت كمان ممكن هذا المريض يصير عنده شعور باليوفوريا شعور بالانبساط الشديد إنه ممكن يعمل إكسايتشن زيادة في بالتالي بيعمل إنه هذا المريض ظل حاسس حاله مرتاح حاسس حاله بحالة انبساط شديد كمان ممكن قلنا يعمل من ناحية الأكشن إنه يعمل ريسبايراتوري ديبريشن هلأ هاي مشكلة المشكلة فيها إنه على دوز ما بتصير لكن كل ما زدت الدوز كل ما عملت ريسبايراتوري سنتر ديبريشن أكتر فممكن إذا كنت أنا معطي دوز إني أفود في كوما ومتخيلين إني أنا أثبت ريسبايراتوري سنتر مريض ممكن إنه ينقطع نفسه ويروح في ديث كمان من ضمن الأكشن إنه ممكن بعض أنواع المجموعة هاي يكون إلها أنتي تو سيف أكشن نسترجع شغلة درسناها في شابتر ريسبايراتوري تراكت اللي هو الأبر لما درسنا عن موضوع الكف طلاب كان في عنا مجموعة الكودايين دوال الكودايين والديكستروميثورفان هدول إذا بتتذكروا قلنا نستعملهم لدراي كف وكانت تابعة لمجموعة الأبيود هلأ هو مزبوط مسكن وجع لكن في إلو ثيرابيوتيك إفكت أخرى إنه ممكن إنه يستخدم لدراي كف وإذا منتذكر كان السبب إنه هاي المجموعة كانت تعمل سابريشن للكف سنتر في البرين تمام ثبت الكف سنتر بالتالي ما في ريفلكس يروح على ريسبايراتوري تراكت وإنديوس كف بالتالي الكف ما لها الأحة بتوقف فممكن لكن مش كلهم نحن نكتب جنبها بعض أنواع الأبيويد رح ندرسهم بعد شوي هم اللي يستعملوا كمان من الإفكت الأخرى لواحد عم بياخد أبيويد إنه ممكن درجة حرارته تنزل بعمل هايبوثيرمية هايبوثيرمية معناها هبوط في حرارة الجسم هلأ سببها إنه ممكن إنه يعمل أو يثبت بالتالي بيقلل من درجة حرارة الجسم كمان بدأترك هاي للآخر ممكن يعمل أميسز وأدوية تذكروا لما شرحنا شابتر الجي آي قلنا في كتير أدوية لما بياخدها المريض بيحس حاله بضي يستفرغ ويوم ما شرحنا الشابتر قلنا إنه من ضمن هاي الأدوية اللي هم فممكن إنه المريض يصير عنده شعور بالأميسز كمان ممكن يعمل وكتير ناس بستعمل هاي المجموعة بيصير عندها إمساك والسبب إنه بيقلل الرفلوكس على النيورونز في الجي آي بالتالي الجي آي موتيلتي رح يتقل بالتالي المريض بيدخل بكسل بيكونستيباشن كمان على الكارديوفاسكولر سيستم ممكن يعمل نزول في الضغط ويعمل إيش كمان برادي كارديا هاي بوتنشن سببها إنه بيعمل بازو دايليشن والبرادي كارديا سببها إنه بيقلل الإفكت على الهارت هلأ رقم ستة ورقم عشرة تركتهم للآخر ليه هذا الدرق بيعمل ميوسز يعني ممكن تشوفوا طلعوا كيف العين البيوبل بتكون بينبوينت يعني أد النقطة تمام بينبوينت بيوبل يعني البيوبل بتكون أد النقطة كمان هذا الدرق بيعمل زيادة في الهيستامين وانتوا مرة قلت لكم دايماً علاقة الهيستامين معناته حكة كتير تمام سو بيعمل أرتيكاريا بيعمل حكة شديدة جداً على مريض بيستعمله بالمستشفى لجرعة جرعتين لأنه عامل عملية وثاني يوم بيضو يروح حضاره عادي ما بقدر أعتبرهم إنهم صايد ممكن تصير وممكن ما تصير لكن المرضى المدمنين على البيوبل اللي كل يوم باخد جرعة وجرعتين رح أتخيل إنه كل هاي اليفكت رح تكون صايرة معاه وأحياناً بتكون تقيلة شوي تمام هلا كيف بميزوا طلاب إنه مثلاً ممكن يجيبوا واحد على المستشفى عنده كوما تمام يعني فايت في كوما شو بيعملوا أول ما يفحصوه بيفتحوه لعينه هلا إذا لقوا إنه البيوبل pin point نقطة وبنفس الوقت كل جسمه أحمر وبحك حك بحاله بعرفوا إنه هذا البني آدم مدمن على الأوبيويد على هاي المخدرات إذن الميوسز والأرتكاريا هم من التو ساين اللي بيخلونا نثبت إنه هذا المريض مالو هو عنده إدمان على هاي المجموعة طيب هاي بالنسبة للأكشن لهاي إدرك هلا ممكن الأدورس إفكت إنه شو السايد إفكت اللي ممكن تصير نتيجة اللي استعمالنا لهاي الأدوية هاي بوتنشن نقدر نضيف جنبها براديكارديا كمان مرات ممكن تعمل خلينا هاي نأجلها للآخر سيديشن هاي الأدوية ممكن تعمل بسبب اللي بدها تعمله على ممكن إنه تعمل تنويئ إن الواحد ينعص وينام كمان شفنا إنها بتعمل وفعلا الناس بتستعملوا الفترة طويلة بصير عندها إمساك شديد كمان وسبق درسنا هذا الحكي في الجي آي ممكن تعمل كمان بعملوا 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 نوزة شعور بالغثيان بعملوا بوتنشال فور إدكشن عالي اللي هي اللي هي خلينا نقول الإدمان وآخر شي بعملوا ريسبايراتوري ديبريشن قوية يعني ممكن نطبط جهاز ريسبايراتوري سيستم بالتالي ريسبايراتوري بإن هلأ الديسفوريا تمام اللي هي عكس اليوفوريا طيب كيف صارت هذا الأدوية بتعمل ديسفوريا هلأ هاي طلاب بتصير في حال راح مفعول الدواء هو كان يوفوريا ومبسوط ومصحل وحالته حاله وفيش حدا زيه لكن لما خلص مفعول الدواء نعكست الآية صار عنده ديسفوريا عشان هيك هذول الناس أول ما يروح مفعول الأبيوت بصيروا يدوروا زي المجانين على الحبة بدهم ياخدوها تمام السبب أنهم بفوتوا في انجزيتي ودبرشن وبيصير يقاتل بحاله ليه لأنه مفعول الاشي اللي هو ماخده راح فكانت عاملت له يوفوريا لكن بعد ما راحت المفعول الحبة منقدر نكتب جنبها تمام يعني هاي بتصير إذا انتهى مفعول الحبة خلين نرجع شوي رقم ستة اللي سأل ميوسيز لا مش تسمم آه بالظبط كأنه عنده تسمم هذيك الأدوية اللي درسناها في شبطة بشبهها مظبوط لكن هي الأوبيويد نفسها بتعمل بيوبل كونستريكشن تمام فبتعمل ميوسيز تشبه الأثر اللي درسنا على إذا بتتذكروا على الغاز الأعصاب لما شرحنا على الـ نيرفوس سيستم طيب هلأ شو الكرونيك إفكت لهذا الدراج هلأ لما نيجي نحكي إنه واحد مدمن عليه قلت لكم من شوي إنه بيصير عندي نوع من الدبندنس نوع من الإدمان هلأ الدبندنس بنقسم لنوعين بنقسم ل physical dependence اللي هو فيزيائي أو خلينا نقول physiological dependence نفس الوقت psychological dependence تمام هلأ الـ physical dependence طلاب إنه هي أعراض بتبين على هذا المريض تمام نتيجة للوذرو لمفغول الدواء يعني هو طول ما هو بياخد هاي الأشياء ما بتصير عليه هاي الأعراض لكن لما يروح مفعولها بتبين بتبين يعني بتبلش تبين عليه أعراض إنه المفعول الدواء راح فهذا بيدل على إنه عنده physical dependence زي ايه مثلا زي أو خلينا نقول هي symptoms بتظهر على المريض بعد انسحاب الدواء تمام symptoms بتظهر على المريض والذروة معناها بعد انسحاب الدواء زي بصير عندهم رينوريا بصير عندهم زي المرشح بضل أنفويسيل lacrimation sweeting lacrimation معناها بصير عندهم زيادة في إفراز lacrimal glands sweeting بصير عندهم تعرق عالي yawning معناها إنه بصير عندهم بصيروا يتتاوبوا كتير تمام بالإضافة لإنه بصير عندهم دياريا على عكس إيش على عكس الconstipation هلأ كمعان ممكن نلاحظوا إنه إحنا بنقدر نلخصهم من اللي كانت معه إنه ممكن يصير عندهم تاكيكارديا بتزيد الورينيشن عندهم كله هاي نتيجة الفيزيكال ديبندانس بينما النوع الثاني هو سايكولوجيكال ديبندانس اللي هي شعور بالديسفوريا قلنا هذا المريض لما بتطلع المفعول الحبة أو الإش اللي هو ماخده من جسمه كان عنده يوفوريا صار عنده صار عنده ديسفوريا اللي هي بصير عنده رغبة شديدة بالحصول على الدواء والسبب إنه هذا الدرق كان عامله شعور بالإنبساط والراحة وبخليه ينسى هموم الدنيا فبالتالي أي وقت إنه يترك علي الحبة أو إنه تنسحب من جسمه بصير عنده رغبة في يعني معاوضة الحصول عليها طيب هذا بالنسبة للدبندانس هلأ رقم ثلاثة في عندي موضوع مهم اسمه طوليرانس دولاب كان هذا مصطلح أول مرة بيمر علينا بالفارما هلأ معنى طوليرانس إنه جسمي يتعود عمفعول الدواء آه كيف يعني هذا هيتفرق تماما عن الدبندانس طوليرانس معناها جسمي يتعود عمفعول الدواء هلأ الأبيويد عندها طوليرانس على كل الإفكت اللي درسناهم من شوي اللي هم بدأ أرجع كانوا جوز 12 واحدة خاني أرجع لهم عنده طوليرانس عليهم كلهم ما عدا تنتين اللي هم المس وال سوري سوري مش هاي الكونستيباشن والميوسز طيب شو معنا طوليرانس يعني إذا أنا كنت أعطي هذا الدواء أول إشي رح أعطي بلودوز هالدواء ممتاز عماله بسكن الوجع لكن رح أوصل لمرحلة إنه جسمي تعود عليه بطل يعطي مفعول عشان هيك بطر إني شو أعمل أروح أرفع الجرعة نفس الشي النسبة لموضوع خلينا نقول اليوفوريا نفس الشي إنه أول العلاج أو أول المدمنين ما بياخدوه بيكون تعملهم يوفوريا كتير عالية لكن بعد فترة بصير يقول لك هاي بطلت تعطي معي إشي بطلت أستفيد منها فشو بروح بروح برفع الدوز عشان يحصل على اليوفوريا تمام إذن هدول الإفكت في عليهم طوليرانس كمان في عليها طوليرانس النوعين الوحيدين اللي ما عليهم طوليرانس اللي هم الميوسز وكمان الكونسي اللي هي الإفكت على الأي والإفكت على الجي آي إنه قد ما يعني نزيد الجرعة ما فيه أي تغيير بالنسبة لهاي الإفكت فهو كاتب لكم هون إنه الطوليرانس بتصير على كل الإفكت للأبيوت ما عدا الأي طبعا هاي مشكلة كانت إنه إحنا نزيد الجرعة بحيث إنه نحصل على إفكت أعلى كانت مشكلة من ناحية ومن ناحية كمان إنه الشعور بالدبندنس أو الإدمان على هاي المجموعة طلاب رح أزيد طيب في عنا شفنا من الأبوهم أو خلينا نقول الأول دو تابع لهاي المجموعة هو كان المورفين هو الأب خلينا نقول تمام وأشهر واحد هلا بعديها إحنا هذا المورفين استخرجناه من الكابسولة اللي شفناها بالنبتة قبل شوي هلا بعديها صرنا نصنع أشياء أو نعمل تعديلات على هذا المورفين بحيث نكتشف أدوية جديدة لكن هتكون تابعة لنفس المجموعة اللي هتكون تعطي strong analgesic action هلا المورفين إذا بدي أقارنه بالدوى الجديد اللي اسمه الفنتانيل لاحظوا إنه الفنتانيل 100 times more potent than morphine as analgesic يعني هو 100 ضعف أكتر فعالية ومور بعطي potency أعلى than المورفين شغلة تانية بتميز الفنتانيل إنه إله very rapid onset of action and short duration of action يعني هذا يدوب يعطي مفعول لخمستاش خلنا نقول ربع ساعة لنص ساعة عشان هيك بيستعملوه لما بيحطوه طلاب بيركبوه طبعا هو هذا IV موجود منه بيستعملوه في المستشفيات هلأ دوى short duration شو بديه يفيدني يعني أنا شو بديه في دوى يقعد مفعوله ونص ساعة هلأ الفكرة إنه شو بيعملوا بيركبوه بIV infusion شو يعني infusion هلأ IV bolus بتفرق عن infusion تعرفوا كيف الإبرة لما إحنا بنعطيها بالوريد مرة واحدة هاي خلص بتروح كلها للدم بتعطيني مفعول ربع ساعة نص ساعة وبيخلص مفعولها هلأ بينما ال infusion بتعرفوا هدول هلأ هلأ نقول ال infusion ست اللي بتكون عندكم زي علبة ومشبوكة ببربيش وبركبوها بيكانيولة في إيد المريض بتصير تنقط نقطة نقطة تمام هلأ شو بضمن أنا بهذا ال infusion إنه الدوى عم بنزل شوي شوي على جسم المريض وبنفس الوقت بدل ما تكون ال duration of action 30 دقيقة بتصير أطول تمام فبيضل معطي يعني واحد عام العملية وقاعد في المستشفى في غرفته لما أنا بعطيه IV infusion وبنقعة هذا ال IV نقطة نقطة بضل محافظ على مستوى الانالجيزي عنده لفترة طويلة لبينما إنها تبقى العلبة تخلص عشانيك يفضل إذا بنا نعطيها ما نعطيها IV polis نعطيها as IV infusion طبعا هذا الفنتاني لاحظوا إذا بتنتبهوا في عنا multiple dosage form منه في منه IV بنعطي زي ما قلنا polis أو بنعطي infusion في منه epidural يعني بنعطي في epidural بنحط إبرة الضهر زي ما إحنا منحكي على إبرة الضهر هاي كتير من الذكات رح أثناء العمليات بلجأوا يعطوها في spinal cord as analgesic وكمان برضه رح ندرسه بشبتر الأناستيزيا لأنه مرضه ممكن يكون إلو افكت كأناستيتيك تمام إنه يبرنش كمان بالإضافة إلى إنه ممكن نعطي intrathecal كمان في منه بكل تابلت ذكروا لما شرحنا الintroduction وشرحنا كل هاي dosage form قلنا مرات المسكنات زي المورفين أو إخوتها منحطهم على شكل لزقة أو مرات بتكون حبة كمان مش بس لزقة تنحط على البكل area وبتصير تعمل slow release للدواء تستغربوا إنه في منه nasal spray طيب شو بدي أستفيد منه هذا عادي دواء برشه أنا في nasal cavity بروح على nasal mucosa من ال nasal mucosa بصير له diffusion لل blood circulation بروحه هناك وبيعطي مفعول بس طبعا يعني هي نستعمله هيك أكتر منطقية يعني من إنه أنا أستعمله as nasal spray في منه كمان inhalers وفي منه transdermal patch طلعوا هون كيف لزقة بلزقها المريض وبتضل تعمل slow release للdrug ممكن تعد يعد مفؤول هاي اللزقة تقريبا ماكسيما هما بعدو 72 ساعة تمام ومنشيلها مرود ونحط وحدة بدالها إذن في عندي multiple doses for من الفنتانيل كclinical use أكيد منستعمله for analgesia كمسكن للوجع post-operatively and during labor تمام يعني هاي في عمليات الولادة أنا بقولكم ليه بالإضافة إلى إنه يعين يستخدم for induction of anesthesia تمام induction of anesthesia هلا شو معنى induction of anesthesia معناها هي بدء عملية التخدير تمام هلا إحنا رح ندرس المرة الجاي إن شاء الله إنه موضوع البنج اللي بعطوه في العمليات الجراحية بيمر بثلاث مراحل مرحلة الاندكشن يليها مرحلة المنتينانس يليها مرحلة الريكوفري طيب شو هاي الاندكشن طلاب معناها إنه لما بفوتونا على غرفة العمليات بصير يقولونا يلا هلا بنا نعطيك إبرة مخدر عشان تنام وترتاح هلا هاي بسميها الاندكشن هي بداية التخدير تمام طبعا هاي لما ببلشوا بعطوها أكيد IV تمام وبنعطها كمان مش بس IV في الاندكشن ممكن يعطوا كمان معاها inhalers inhalation بعرفش إذا حدا فيكم الله يعافل جميع أكيد إن شاء الله ما حدا بحتاج بس إذا حدا شايف عملية أو حاضر عملية هما بيعطوا بالوريد وبيعطوا كمان بحطونا الماسك مباشرة على الأنف عشان يصير عندنا two types of anesthetic action هلا الفنتانيل بينعطها as induction عشان أبلش في التخدير as IV منه هو بيساهم في التخدير ومنه عبارة عن strong analgesic بالإضافة إلى أنه sedative إلنه إلو sedative action يعني رح يناعز المريض تمام يخليه كالم تمام وهذا بهمني بالعمليات إنه المريض ينام كمان هذا strong analgesic فالمريض مش رح يحس بألم خلال العملية وعشان هيك إحنا أصلا أي واحد بعمل عملية أكيد ما بشعر في الوجع وهو نايم تمام نفس الوقت إنه بيكون إلو شوية علاقة بالانستيزيا هلا موضوع الانالجيسيا بنعطى الانالجيسيا للpost operative أو نخلنا نقول للسرجري بشكل عام ولا الليبر هلا الليبر معناها اللي هي الولادة هلا ليش ميزت هذا الدواء وحطيت موضوع الليبر عليه طلاب الفكرة إنه أحيانا بعض أنواع الأبيويد بتحفز أو خلينا نقول بتقلل اليوتيراين كونتراكشن بتقلل اليوتيراين كونتراكشن طيب شو يعني بتقلل اليوتيراين كونتراكشن يعني تخيلوا معاي ست نير تيرم يعني هي موعد ولادتها وبدأها تروح هلأ تولد على المستشفى وهناك بدهم يعطوها إبرة عشان يسكنوا الوجع أو يعطوها مثلا إبرة زي ما بتسمعوا إبرة الظهر وهي القصص كلها هلا إذا أنا أعطيت أدوية غير الفنتانيل الأدوية هذيك الأخرى بتقلل اليوتيراين كونتراكشن معناته عضلة الرحم عندها مش رح تنقبض هذا الحكي رح يغلب كتير في الولادة إنه تخيلوا إنه واحدة عم تولد وعطيها إشي يقلل اليوتيراين على إيش على السموث مسل اللي موجودة في اليوتيرس هلا اللي بيميز الفنتانيل إنه الحلو فيه إنه ما بيأثر على اليوتيراين كونتراكشن بالتالي بيضبط إني أعطيه ديورين أيش ديورين ليبر ما بيأثر كتير على الكنتراكشن للعضلة فبالتالي بيضبط إني أعطيه ديورين ليبر هلا كمان هذا نفس الشي اللي هو البيثيدين أو اللي هو الميبيريدين الميبيريدين هذا دوة تاني تابع ل الحلو في هذا الدوة إنه تمام معناته بتوقع إنه التشو تكون مالها تكون ممتازة تمام هذا شغلة تانية بتميز البيثيدين إنه إليه أنتي كولينيرجيك أكشن يعني معنى آخر بعاكس البراسيمباثتيك أكشن هلا في شغلة بتميز هذا الدوة بدنا نعلم عليها إنه هو من الأدوية المميزة للأبيويد في علاج البلياريكوليك أو سبازم تمام يعني في علاج البين اللي ناتج عن تعرفه نوبة المرارة أو بنحكي لها المغصي الكلوي هدول الناس بيكون في عندهم إما المرارة ملتهبة أو مرات بيكون في عندنا ستونز قاعدة في الرين في خلينا نقول في اليوريثرا فبالتالي فبالتالي ممكن إنها تعمل رين الكوليك اللي هو نحكي لها المغصي الكلوي بيصير يقول لك المريض في عني وجع بخواصري مع المهم الوجع هذا ما حدا بيقدر يتحمله تمام بالإضافة للبيلياري سبازم شغلة تانية إنه كمان للولادة بزبط تمام هلا ليش حكيت ميزته بهدولة التنتين موضوع الولادة إنه برضو ما بيأثر على اليوتيراين كنتراكشن تمام وهو يعتبر drug of choice تمام بيثدين لتسكين الآلام في عمليات الولادة سواء كانت قيصرية أو كانت من لي إحنا منحكي على ولادة طبيعية إذن دونت برولون جريبر شو يعني دونت دز نت برولون جريبر يعني ما بيتأخر الولادة يعني ديكريز في الكنتراكشن شمعنا هذا اللي بستعمله للبيلياري سبازم أو للرينا الكوليك ما هم كلهم مسكينات وكلهم بزبطوا هلا بتكم تنتبهوا لشغلة إنه هذا إلو أنتي كولينيرجي أكشن يعني بيقلل ال جي آي كونتراكشن صح؟ هذا بعاكز البرس مبثتك معناته ال جي آي كونتراكشن رح تقل معناته السبازم مالها رح تقل شغلة تانية ومهمة إنه المورفين طلاب كان يعمل أبستركشن في البيرياري داكت يعني كان يسكر البيرياري داكت فواحد عنده أصلا بيلياري سبازم وأروح أعطيه دواء بيسكر البيرياري داكت هاي تعتبر مشكلة بينما البثيدين والميبيريدين ما إله كان أي إفكت على إنه يسكر البيرياري داكت عشان هيك لو واحد عنده حصوة مرارة أو حصوة في الرينا الكافيتي بيزبط إني أعطي أو خلينا نقول drug of choice إني أعطي بثيدين لأنه ما بيسكر البيرياري داكت لأنه إله أنتي كولينيرجيك أكشن فبالتالي بيقلل الجي آي بيقلل سبازم بالإضافة إلى إنه عبارة عن شغلة تانية إنه لأنه ما بيأثر على إيش الهيروين كونتراكشن هلا الهيروين طبعا كلكم بتسمعوا فيه بتعرفوا هذا بتسمعوا بقولك هذول الناس بيجيبوا إيبر وبيحقنوا حالهم تمام لاحظوا إنها هي طلعوا كيف منظرها طبعا هذا الحكي هم بيعبوه وتعبايته ما بتكون تابعة ل خلينا نقول السبتك مثل يعني يعني تعرفوا أنتوا إنه السيرنج لما بدأت تتعبى لازم تكون تابعة للتعقيم والتنظيف ونحط معاها بريزيرفاتي تفزلي تحميها وتمنع تكوين البكتيريا جوا هاي الإبر هلأ هذول الناس المدمنين بيعبوا الإبر وكيف ما تيجي تيجي تمام فعشان هيك أصلا هم يعني باخدوا هاي الإبر وبصير عندهم أمراض كثيرة بالإضافة إلى ملتبل تايبس أوف إنفكشن هلأ الهيروين برضو تابع للسترونج أوبيويت أنالجيسيك هو ثري تايمز مور بوتن دان مورفين يعني هو مور بوتن دان مورفين لسه ثري تايمز تمام معناته صفة الفنتانيل لسه أحسن واحد هلأ برضو إلو كمان اللي ميزه عن المورفين إلو إلو مور ريبت سوليوبيليتي هلأ السبب بسبب إلو ريبت سوليوبيليتي عالية معناته الديستربيوشن اللي تشو معاه بتكون أكتر بالتالي الرزق إنه يعمل يوفوريا أكتر بكتير من المورفين بالإضافة إلى إنه يعمل برضو الرزق معاه بتكون أعلى تمام والسبب إنه هذا دراج ما له هذا دراج إلو بالتالي بتكون أعلى تمام كمان الرزق إنه يعمل بيصير معاه أسرع من المورفين تمام يعني خلينا نقول بمعنى آخر إنه هذا دو بيحول المريض لمدمن بشكل سريع جدا بينما لو بدي أقارنه بالمورفين المورفين بتحول فيه المريض لمدمن بس بعد عدة جرعات هاد لا هذا من أول جرعة الواحد ما له بيصير مدمن عليه عشان هيك مدام جرعة بتعملني مدمن هذا ما في عليه أكسبتنس في اليونيتد ستيتس حاليا إنه يستخدم فور ميديكال يعني هل في إشي علاجي إحنا بنستعمل هيروين لإله لا هو فقط إشي بيعمل إدمان تمام هو مادة بتعمل إدمان عشان هيك خلينا نقول في معظم الدول أصلا ممنوع استخدامه مطلقا لا لناحية طبية ولا غيره تمام بيحكي لنا إتس نت أكسبتد تيوز in the United States بط إتس يوز ثرابيوتوكي in other countries for the severe بين يعني باليونيتد ستيتس رفضوه بس بيقولك في بدن أخرى ممكن إنهم يستعملوا للبين لكن حاليا أصلا مش يعني بطلت الدول كلها أصلا تستعمله فعشان هيك هذا ما فيه إله أي ثرابيوتوك أكشن هلأ المودرة أوبيويد اللي هي بتيجي وسطية أو بعد strong acting أوبيويد في عنا أول واحد الكوديين هو أضعف من المورفين تمام هو weaker analgesic than morphine إله مسكن أو خلينا نقول إله إفكت إنه يسكن الألام أكيد لكنها أضعف الأولى هلأ لما منستعملوا للعلاج الآلام أو لتسكين الآلام بيحبوا دايما شركات الأدوية يدمجوا مع البراصيتامول أو مع الايبوبروفين لاحظوا في عندي مثلا هاي هنا مثال على دواء بيحطوا براصيتامول بلس كوديين لاحظوا هنا عنا شركة اللي بتعمل نيوروفين بتعملوا نيوروفين بلس بتحطوا ايبوبروفين مع كوديين طبعا هاي الأدوية بتنبعش بالصيدليات إلا بوصفة طبية يعني هي كونترول دراج تمام هاي كونترول دراج ليه لأنه كوديين هذا مأخوذ من مورفين صح هذا ممكن إنه الناس يستعملوا بشكل خاطئ هو ما ياخدوا لتسكين الوجع ياخدوا عشان يحس باليوفوريا ويصير عنده إدمان سو هاي ما بتنبع إلا بوصفة طبية هلا زي ما أخذنا بشابتر الريسبايراتورية طلاب إنه قلنا إنه هذا الدواء إله أمتي توسب أكشن على اللو دوز كيف بيشتغل كان كان بيثبت الكوف سنتر في البرين بالتالي ما في افيرانت انفلكس للريسبايراتوري بحيث إنه يعمل اندكشن للكوف بالتالي كانت الأحة توقف معه وإنه بيشتغل سنترلي كان يميثبت الكوف سنتر بس قلنا إنه الرزق إنه يعمل موجودة ستل مع الكودين عشان هيك يجو عملوا منه دريفاتفز أخرى تابعة لنفس المجموعة اسمه دكستروميثورفان ما إلو أي أنالجسيك أكشن تمام لكنه يستخدم أز أنتيت يوسف وبنفس الوقت ما بيعمل إدمان يعني شو اللي بيميز الدكستروميثورفان عن الكودين والأشياء الأخرى هو تابع للمجموعة أو تابع لها لكن ما إلو أي أنالجسيك أكشن ولا بيعمل إدمان تمام هو اللهم أنه أنتيتوسف معناته هو أأمن بكتير أنه يستخدم لعلاج الكف من الكودين تمام إذن هذا إلو أنالجسيك أكشن وبعمل إدمان تمام هذا ما إلو أنالجسيك أكشن وما بعمل إدمان عشانك هذا لا يحتاج لوصفة طبية تمام ما يعني عادي بيقدر السيدة اللي يبيعه بدون أي وصفة طبية لأنه ريسك أبيوز معاه مالو قليل الآن آخر الدراج اللي هو ترامدول هذا برضو تابع بقدرش أقول أنه أوبيويد هو ما بيتاخذ من الأوبيوم أو مش ديريفاتيف من المورفين لكن برضو بيشتغل بنفس الطريقة أنه برتبط على الأوبيويد ريسيبتر وبيعمل إيش؟ بيعمل أغونيسيك أكشن بحيث أنه يعمل أنالجيسيك إيفكت هلأ بيستخدم لعلاج المودريت ومودريت لسيفير بين زي ما اتفقنا أنه للآلام المستعصية اللي ما بيزبط معاها أي مسكن آخر إيش بيميز هذا الدواء؟ اللي بيميز هذا الدراج عن المجموعات الأخرى أنه له لس ريس بايراتوري ديبرشين فهاي كانت أدفانتج لالترامادول تمام؟ طبعا فيه هو مشهور عندنا باسم الترامال اللي بيميز عن المورفين وإخوته أنه هذا إليه لس ريس بايراتوري ديبرشين إيفكت طيب آخر جزئية بتحكي أنه بدي أعجي أتخيل أنه إياكم أنه إحنا أعطينا جرعة كتير عالية من الأوبيوت وإحنا بنعرف أنه هذا إشي مش سهل لأنه إليه سايد إيفكت كتير ممكن يعمل كومة ممكن يعمل ممكن يثبت أن الرس بايراتوري سنتر والواحد يموت ففي حال أنا أعطيت جرعة عالية من الأوبيوت هل في أنتيدوت هل في إشي يعمل أوبيوت أنتاجونيست يس في عنا مجموعة اسمها أوبيوت أنتاجونيست اللي هو دو اسمه نالو كسون نالو كسون توقع الميكانزم إنه تكون عكس الأوبيوت يعني هناك كانت تشغل أوبيوت ريسيبتر أنتاجونيست تمام ففي حال واحد صار عنده كوما أو صار عنده ريسبيلاتوري ديبرشن من الأوبيوت عطول أنا بعطي النالوكسون عشان أرجع المريد لحالته الطبيعية إيش الحلو في هاي الأنتيدوت أو هذا الأنتاجونيست إنه مفعوله سريع جدا يعني لو واحد كان متسمم وأنا أفيلبل عندي هذا الدواء خلال 30 ثانية بيكون عاكس تماما مفعول إيش مفعول الأوبيوت إذن النالوكسون هو عبارة عن competitive antagonist أو محن نحكي له الأنتيدوت للأوبيوت over dose أو toxicity طيب هيك بيكون نهاينا شابتر خلينا نقول